لنكون صراحين المشهد العراقي لا يشابه كثيراً المشهد الأفغاني في العراق نرى هناك عدم وجود اتفاقات سياسية وعدم وجود رؤية سياسية حقيقية هناك أيضاً انقسامات اجتماعية عديدة هناك ميليشيات تعمل وميليشيات مسلحة ترتبط بأحزاب حاكم ومتنفذة داخل العراق هذه الميليشيات تعمل بأسماع وعناوية ومدعومة من جهات خارجية لا ننسى أنه ليس هناك فقط النفوذ والاحتلال الأمريكي هو من يتحكم في العراق هناك أيضاً النفوذ والتمدد الإيراني وهناك أكثر من دولة تحاول أن تتدخل في الشأن العراقي ولها مطامحها ولها سياستها المشهد العراقي واسع وممتد أكثر مما نراه في أفغانستان وبالتالي هناك احتمالات كثيرة نشاهدها ونراها ولكن يبقى الفاعل الأساسي أن الولايات المتحدة الأمريكية هي أعلنت ليس هناك بجديد أنه عندما أرادت أن تشكل اتفاقاً في الحوار في جولتها الرابعة الحوار الستراتيلي اللي جرى في السابع والعشرين من تموز الماضي أكدت على الوجود الأمريكي سيبقى ولكن بتغيير لفظي نحن نتكلم عن حقيقة واقعية القوات الأمريكية التي قوامها وعديدها 2500 ستبقى ستبقى على شكل قوات استشارية وقوات تقدم الدعم اللوجستي إلى القوات الأمنية وتساعد في عملية تقديم التدريب ومتابعة المعلومات الأمنية والاستقبالية الخاصة بأناصر التهريب الأيرهاب العفو ومع تعلق بتأمين الأمن والاستقرار في العراق بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية أكثر وأهمية من أفغانستان ولكن هناك عوامل عديدة ستفضي إليها واقع الميدان العراقي ببقاء القوات الأمريكية تحت هذه العنامي التي ذكرتها وسيبقى الحال قائما كما هو ولا تغيير بعد 2000 ونهاية 2021 لأننا نحن أمام معطفات وأمام تغييرات حقوقية أما إن نظرنا إلى المشهد الأفغاني نرى أن هناك تجاذبات سياسية ونفوذ دول كبير يعني أنت الآن لو ألقينا نظرة سريعة رغم أنه لا زدنا لحد الآن نحن في محاولة أو في نظرة شمولية لتتابع ليس نحن فقط وإنما العالم الآن جميعه دوله وأطيافه تتابع السلوك الميداني لحركة طالبان هذا السلوك الذي سيكون عكس بشكل إيجابي أو سلبي على كيفية تعامل أو تقبل المجتمع الدولي لحركة طالبان وقيادتها إلى الحكم في أفغانستان هي تدرك حقيقة أنه انفتاحها على المجتمع الدولي أنه طبيعة السلوك التي ستتبعه طبيعة الحالة التي تستقود بها البلاد هي المفتاح الأساسي لقبولها والاعتراف بها دوليا شاهد الآن دولتين كبريتين هي الروس والصين لا زالت لحد أن سفاراتها موجودة وليس هناك شيء ضدها ولا مغادر أي من رعاياها وكذلك إيران وكذلك بعض الدول في جنوب شرق آسيا إذن الجميع يسعى إلى متابعة ومراقبة المشهد السياسي لأن هناك أولويات وهناك أيضا انطباعات مهمة تتعلق بمصالح جوهرية الصين والروسيا الآن سمحت لهم الولايات المتحدة الأمريكية أن يكون لهم دور كبير في كيفية تحديد المسار السياسي القادم في أفغانستان قبل ذلك كانت فقط الولايات المتحدة الأمريكية التي تفعل لذلك أقول أن القوات التي غادرت أو الرعاية التي غادرتها سفارات الولايات المتحدة الأمريكية وقوات التعالف الدولي والحلف الأطلسي التي شاركت في تنفيذ المشروع الأمريكي والاحتلال الأمريكي إذن نحن أمام تبعيات وأمام مشاهد حقيقية سنرى الآن بدأ الصينيون يوجهون دعمهم المادي يوجهون علاقتهم الحقيقية مع طالبان وكذلك بدأ الروس رغم أنهم خرجوا على يد الشعب الأفواني ولكنهم الآن يتعاملون بحقيقة الواقع وأرى أن حتى إيران التي تشكل الجناح الشرقي في موضوع الحدود مع أفغانستان أنا أرى أن إيران سوف لا تحاول استثارة أي عملية مواجهة مع طالبان في الوقت الحاضر لأنهم مصالحها يكون الأمر أكثر هدوءا